مدرسة على الهواء. معي اه نهاردة معنا لسن جديد بنتكلم في ايه نهاردة? كنا طبعا الستشن الفاتت كانت وكنا بنتكلم فيها على ايه? كنا بنتكلم فيها حد فاكر كنا بنتكلم على الستشن قبل كده اخر الالجبرا كنا بنا بنتكلم فيها على والح Caroline طيب هنكمل النهاردة الله ان شاء الله مع بعض الوثم كنا خدنا المendation والسن العام المناخذ اليه فاتت النهاردة هنكمل مع بعض هم ايه سناخد يبقى السناع النهاردة هناخد ايه اناخد زي ملتبلا تباين ان طبي ب larparent الالجبرا And blessing in ratch ou number وهناخد مخت possibile طيب يا ترا ايه السنOH اكتشة اللي انا ممكن اخدها في المالتبلاينج خلينا ندرس الاول مالتبلاينج الراشنال نمبر حد فاكر بس معايا يعني ايه راشنال نمبر او احنا قلنا الراشنال نمبر is any number can be format in form a over b. اي نمبر اقدر احط فيه الفورم بتاعتي ايه اوبر بي بقى اقدر اقولها ان هو راشنال ايه راشنال نمبر واخدنا لها فورمز كتير جدا وعرفت ازاي اعمل او اعمل لهم ايه باي او اعمل لهم ايه مالتبلاينج وهي اللي انا هستخدمها علشان استخدم التو راشنال نمبر دول وانا بعمل لهم ايه طيب كنا احنا درسنا قبل كده بس كان في الانتيجرز اوكي في سكس اه ستيج مش كده طيب كان ايه هي بقى حد اصيب اقول ايه او اللي احنا اخدناها برضو في الادشن قلنا ها وخدنا حاجة كان اسمها الايه واخدنا حاجة اسمها ها ملتبليكاتف انفرس لا ماخدناش حاجة فيها ملتبليكاتف انفرس خلينا ناخد الكلام ده النهاردة مع الراشنال نمبر بما اننا عارف الراشنال نمبر بيكون ايه افور بيقول لك ايه بيقول لك ايه كيفة ملتبليكيشن كيو كيو هي الراشنال نمبر سيمبول بتاعها طبعا قالك انا قدر اقولك ان هي وقدر اقولك هي تتحقق فيها وقدر اقول ان هي وهنشوف كل ده ازاي واقدر اقول برضو ان في برضو موجود جوه الكيو حاجة اسمها اي دينتيتي الملتبليكياتي اي دينتيتي اي الملتبلي خلينا نشوف الطبيكس اللي موجودة معاك لو انا جيت قلتلك ان انا عندي 2 راشنال نمبر هنا 1 2 اللي هي الهالف هعمل لها ملتبلاينج وانس خلينا نقول 3 طبعا انا عارف ان ده ايه انا عارف ان ده بلونج توكيو انا عارف ان ده راشنال نمبر طب 3 over 4 ها انا عارف ان هو برضو راشنال نمبر طيب تعالنا نشوف الانصر بتاعتي اتباعي ايه انا عارف 1x3 2x5 يبقى الانصر بتاعتي تبقى 3 over 10 طب يترى 3 over 10 ده ايه ده راشنال نمبر طبعا لازم يكون راشنال نمبر فبالطالي اقدر اقول ان لو انا عملت ملتبلاينج لتو راشنال نمبر لازم يكون result is rational number فقدر قولنا هي is the closer طيب لو انا عملت هنا 1 over 2 times 3 over 5 انا عارف ان الانصر بتاعتي تلاهيت كام تلاهيت 3 over 10 طب لو انا عملت commute زي ما عملت في addition session اللي فاتت يعني خلتها 3 over 5 times 1 over 2 هتطلعني نفس result فانا قدر اقول برضو انها the operation of multiplication in rational number is the commutative طيب لو انا عندي هنا 1 over 2 times 2 over 3 times 1 over 5 يطلع الانصر بتاعتي تطلع يوخد بالك ان انت عندك هنا how many terms 3 terms عندي 3 rational numbers عملت لهم times بطريقة معينة ان انا خدت الاول 1 over 2 times 2 over 3 تطلع الانصر بتاعتي ايه هنخلص دي الاول تطلع 1 over 3 طب 1 over 3 times 1 over 5 تطلع 1 over a 1 over 15 طبعا ده belong to queue ما فيش مشاكل طب لو انا خدت نفس the rational numbers دي بس انا عملت the session بطريقة مختلفة شوية خدت 1 over 2 عملت هنا 2 over 3 times 1 over 5 خلينا نخلص دول مع بعض تطلع لك 2 over 5 طيب يبقى 1 over 2 times 2 over 5 يطلعي برضو الانصر بتاعتي ايه equal a equal 1 over 15 belong to queue خد بالك ان هي نفس الانصر يبقى انا ساعدة اقدر اقول ايه اقدر اقول ان هي فعلا ايه ان هي فعلا معي هنا ايه ازا associative خلينا نشوف بقى ايه خلينا نشوف نتكلم على الneutral element multiplicative in rational numbers يعني ايه neutral element اصلا احنا اقول لان neutral element او identity element هو ال element اللي مش بيقصر في result بتاعت ال operation يعني لو انا النهاردة ال operation بتاعتي is by يطرع ايه هو ال number اللي مش بيقصر دي في result of multiplication in q تعال نشوف لو انا قلتلك هنا 3 over 5 يطرع يبقى ايه هو identity element بتاعتها بتاعت multiplicative اللي هتنزلي مش هتقصلي في value بتاعت ال operation عادي اللي هتنزلها 3 over 5 هي هي اه هي هي 1 عشان كده بقول ان ال 1 is the multiplicative neutral او identity element طيب بيشوف بقى الاكسرسيز بتاعتي بتيجي عاملة ازاي بيقول لي هنا ايه بيقول ازاي multiplicative inverse of 0.5 الله طب وانا عندي حاجة اسمع multiplicative inverse انا مخدتش قبل كده اني في multiplicative inverse انا خدتني في حاجة اسمها additive inverse وقلنا ان انا بحافظ على value بتاعت النمبر اللي عندي وبقلب ايه وبقلب الفراكشن انما لو انا هتكلم فيه multiplicative inverse هقول ايه ازاي اجيب multiplicative inverse in q خد بالك معين النمبر عندك في q يبقى عندي هنا 2 a over b يبقى 2 over 3 لو انت عايز تجيب multiplicative inverse يبقى كل حكاية انت هنحافظ على sign نحافظ على sign نحافظ على sign زي ما هي وهنعمل flop لل يعني يبقى 3 over 2 طيب لو انا عندي هنا negative 5 over 7 وعايز اجيب multiplicative inverse بتاعها نعمل ايه هنحافظ على sign ونعمل problem ايه لل friction يعني نعمل هنا 7 over 5 وانت بقى انا ودحك علي وما ادنيش الفورم بتاعتي in over قالك 0.5 وطلب منك لو سمحت انا عايز multiplicative ها هنعمل ايه ازاي هامل flop للfraction وانا ما عنديش fraction طب ما انا عايز ممكن اغير الفورم بتاعي 0.5 81 over 2 تعال انا حافظ على sign هنزر بوسط زي ما هي ونعمل ايه fraction بتاعي هامل flop يبقى over 1 الهي equal 2 نرجع بقى للطبق بتاعي بيقول يزاي ان value دي محتاج يتعمل لها correction الفورم بتاعي مش مزبوط طب ليل انه عشان اقدر اجيب multiplicative inverse لازم اعمل ايه ها اه لازم يكون عندي in form of a over b طب ما انا عارف انها ها لسه اخدنا مش شوية يبقى multiplicative inverse هنعمل ايه نحافظ على sign زي ما ها ونعمل ايه الفراكشن هنا نعمل flip يعني equal to ازاي multiplicative inverse of one is ها is one لي ازاي multiplicative inverse ونزل one زي ما هو خد بالك معي ان انا لو غيرت الفرم بتاع 1 هتبقى one over one طبعا من لا flip هتبقى one over one اللي هي equal one طبعي زي multiplicative inverse of negative one is negative one لان بحافظ على الصين خد بالك معي انا هنا في multiplicative inverse احافظ على الصين لكن بعمل flip للإيه الفريكشن اللي عندي زي multiplicative inverse of ومديني value غريبة طبعا الvalue دي مش هشتغل بيها اطلاقا لازم الاول اعمل لها correction وبعدين ابدأ اشتغل بيها جاب لي هنا negative three over five power zero لازم نعملها correction الاول اي حاجة power zero احنا عارفين equal one يبقى انا عملت correction هنا للvalue اه ابدأ بقى اقرأ الوضع بتاعك من اول وبديد زي multiplicative inverse of one is one جميل جد هنا بيقول لي ايه زي multiplicative inverse of absolute value negative three over five طيب كل اللي انا هعمله طبعا ده محتاج correction زي ما اتفقنا cancel وعمله correction زي ما اتعايز انا عارف ان absolute value بتخرب بوزة positive تبقى three over five زي multiplicative inverse of the new number بعد 3 over five is همحافظ على positive زي ما هي ونعمل تبقى five over three طيب احنا خذنا الرشل number طيب وقلنا اني فيه دايما يكون عندي في multiplicative inverse ازاي ان انا بقى نحافظ للا لازم طيب هل ممكن الاقي ماينفعش يكون لي قدات ملتبلكات ماينفعش عمله فلوب في قال لك اه مقدرش اجيب له مين تفتكر ليه مقدرش اعمله احنا قلنا ايه الحاجة الوحيدة قلت لنا انه هو يكون كيو انه يكون الديمونتر بتاعي الزيرو فاخد بالك معي لما اجي اتكلم هنا عن الزيرو عايزين نخلي ايه يبقى خليه زيرو اوفر ايه زيرو اوفر وان طب هل انا اقدر اجيب له ملتبلكات بانفرس تعال نشوف والله لو انا عملت له ملتبلكات بانفرس خد بالك النوع بلونجو تو كيو يبقى هخلي وان اوفر ايه وان اوفر زيرو الله بس وان اوفر زيرو ده نو بلونجو تو كيو اه يبقى انا مقدرش علي الملتبلكات بانفرس اوفر اولمان زيرو ان ايه ان كيو فبالتالي هقول ان الزيرو هاز نو ملتبلكات بانفرس ان كيو ملوش ملتبلكات بانفرس في الكيو لان انا مقدرش اعمل افلوب حضرتك مقدرش اخلي ان عارفنا دلوقتي حالا اللي هو مين يطر اللي ما ينفعش يبقى ملتبلكات افرس ابدا اللي هو الزير ليه مقدرش اجيب له ابدا ملتبلكات افرس لان مقدرش اخلي زيرو ان زي ايه دومونيتور لان لو خلت زيرو في دومونيتور هتبقى هو بيسألني في بيسألني في النامبر اللي هي الكيلو بيقولي هنا ايه بيقولي بيقولي وهنا الايقوال دي مهمة عندي طب ما خد بالك انا عارف انه دا حصل الريبيت دي يبقى مين اللي هينزل معايا هنا طب دا كلام جميل بس هو بيقولك انت استخدمت البروبرتي اللي انت استخدمتها هنا انا خدت بالي انها يعني عمل ايه عمل بدل اوكي فالبروبرتي اللي استخدمتها هنا ايه دا جميل جدا طيب لما اجا قولك هنا خدت بالك ان دا نمبر خدت بالي ان دا نمبر وخدت بالي كمان ان دا بتاع واحنا قلنا قبل كده ان اي نمبر ها يستخدم بتاعته مع الانفرس بتاعه لازم يديني مين الانفرس الانفرس يبقى انت استخدمت ايه اه جميل عندي هنا فيه وشفت ان هو نزل زي ما هو نزل زي ما هو ما حصلوش اي حاجة يبقى انا يا طرح عملتله باي مع مين مع الانفرس يمين طيب بيقول لي هنا نيجاتيب 4 over 11 time is what equal 1 انت عندك هنا عشان نتحل two methods في انا عارف اني دايما عندي هنا مثل number فانا ممكن عمل لها convert to a to divide بقى نعمل 1 divided negative 4 over 11 هلاي الانصر بتاعتي تلايت لي negative 4 over what over 11 negative طيب يا طرح هنا عندك number ويهي الملتبليكاتي بتاع يبقى استخدمت البربر بتاعتي اسمع ايه استخدمت الملتبليكاتي inverse جميل طيب لو انا هفكر بطريقة تانية انا عارف مدام ظهار لي ال identity بتاع ال operation بتاعتي يبقى انا اكيد عملت النبر ده حططله مين حططله ال inverse number وال inverse يظهر لي بره من ال identity وانس انا بكلف الملتبليكاتي يبقى راشر ال number time is what يديني ملتبليكاتي identity يبقى ملتبليكاتي ملتبليكاتي inverse خلينا نشو بقى طبك تاني او خلينا نتكلم في property تانية اللي هي ايه بقى اسمها زا ها distributive ها ايه multiplication in q او ايه راشر النمر ايه distributive دي انا فاكر ان احنا كنا اخدناها السنة اللي فاتت مع ها multiply in z طب ودي كانت عبارة عن ايه دي كان بيخش فيها two operations كنت بلاقي ان انا عندي في multiply وداخل معها addition وال e and subtraction وكنت بستخدم مثل اسهل شوية بان انا قدر اجيب ال result بطريقة ايه بطريقة سهل طب تعال نشوف كده يكون موجود معي هنا ازاي بقول اهم حاجة انت تحدد عندك هنا في كم term how many term طب وانا بحدد term ازاي انا عندي هنا بعمل sign او بعمل circle على sign of plus minus اجي plus عملت عليها سيرك يبقى انا عندي هنا عارف ان انا عندي كم term عندي اجي term وهي second term يبقى انا عندي two term هتلاقي في rachional بيتة النمبر اللي تكرر عندي 5 over 12 اجي ده تكرر مرة هنا و تكرر مرة هنا طب اي رأيك بيما انه تكرر two time او twice اخده بره بقى زي ايه زي اذا command كده command فاكتور مزلا ناخد command فاكتور بره 5 over 12 بالtime بتاعته وافتح bracket plus G هتنزل زي ما هي خد بالك انا بنزل اللي باقي من فوق انا عارف اني دي اتخذت بره command فاكتور وعارف اني دي اتخذت بردو command فاكتور مين اللي بقى هنا 3 ومين رماندر عندنا مين اللي بقى هنا 9 طب ايه رأيك لما خلص دور مع بعض تبقى 9 plus 3 plus 9 equal what equal 12 طب ما كده بقيت واضحة جدا ده بقيت سهلة جدا مش كده اسهل من انا كنت اعمل 5 over 12 times 3 وبعدين اعمل 5 over 12 times 9 وبعدين اعمل addition ها للتوتن لا طبعا لما لا استخدمت البربرتي بتاعتي الجديدة دي كان الرزل بتايتنا بمنتهل ايه بمنتهل السهولة خلينا نشوف طبقتين اه اول ما شفته عرفت ان انا هتكلم على طول عن ال ايه property of distributed طيب هنعمل ايه اول حاجة نعمل circle على addition add subtraction عشان اقدر احدد هيبقى عندي كم ترم جوه البركت لقيت فيه هنا plus وهنا minus يبقى كم ترم عندك 1 2 3 يعني جوه البركت لازم يكون فيه كم ترم 3 terms اوكي فين ربيت الرشن النامبر هنا اهو 7 over 12 7 over 12 7 over 12 خدهني بركم عن factor times عارف هيبقى لنا في bracket how many terms 1 هنا عندي plus اهي وعندي هنا minus اوكي cancel repeated number هايبقى هنا عندك مين 5 وهنا عندي 9 وهنا عندي 2 نخلص البركت الاول مع بعض يديني كام هيديني 12 هيبقى لي 7 over 12 times 12 هلاقيت 12 cancel with 12 and a minus 1 يبقى الانصر بتاعك تتلع equal 7 يبقى by using my new property لقيت الانصر بتاعك 3 بنتهى السهولة خدهلك ماينفعش تنزل بيها على الكالكوليطور تكتب لي الانصر هو قالك using the property يبقى لازين تستخدم ال property واسهل بكتير انا مش محتاج الكالكوليطور عشان انا اعمل solving لطبك اللي معايا ده طيب خلينا نشوف example تاني كبرت معايا شوي طيب اول حاجة انا عارف ان هنا فيه sign وفيه sign plus او minus يبقى على طلب الكلام في E distributing طيب اول حاجة نسرك لعا plus و minus اللي موجود لقيت sign عندك كم ترمو جول براكت هيبقى 1 2 3 فين comment فكتور دور عليه اهو 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 طيب انزل بالcomment فكتور لو سمحت يبقى هنا negative 3 over 7 وامل ونفتح براكت كبير هنا plus هنا plus هنا اقفل cancel comment فكتور بقى اللي انت لسه باخده هيبقى من هنا مين ال ويبقى من هنا مين طب وهيبقى من هنا مين ده اتخذت كلها comment فكتور هسيب مكانها ايه ون طب ليه يا مصراخ ده سبتي مكانها ون عشان هي اصلا اصلها هي negative 3 over 7 times one انما لما تعمل time is one فاي بقت زي ما ايه زي ما هي negative 3 over 7 وانا عارف ان انا لازم اسيب هنا number ليه يا شباب عشان لما اجي عمل ملتبلاينج تاني ده يخش هنا ملتبلاينج ده يخش هنا ملتبلاينج ده يخش هنا ملتبلاينج يرجع على اصله لو انا شلت ده خالص وجيت عملت هنا هتبقى negative 3 over 7 times 8 اهي negative 3 over 7 times 5 اهي يبقى الترمي ده كده انا خافته بانتغير بتاعت السؤال عشان كده لازم اسيب مكانها ايه اسيب مكانها 1 نخلص كل يزي مع بعضه هنا 5 plus 8 equal 13 plus 1 equal 14 يبقى الانصر دي كلها ترى 14 يبقى عندي هنا negative 3 over 7 times 14 هنخلص و divided 7 equal 1 divided 7 equal 2 يبقى الانصر بتاعت بس احنا استخدرنا لايه ال ال هو اصلا بيدهالي لي بيدهالي عشان هي تسهل لي الطريقة اللي انا بعمل بها الانصر بتاعتي اوكي يبقى انا بفرحان جدا انها استخدام ال النهار ده اللي احنا اخذنا فيه اللي هي كانت مثلا زي كانت كانت كان كان وعرفنا انى في حاجة اسمها زي multiplicative identity in q اللي هو كمين لانه هو ال one اللي مش بيأصرلي في ال value في ال operation عندي ايه وخدنا حاجة اول مرة كان ندرسها السنادي اللي هو ده multiplicative inverse ازاي اول حاجة لازم اتأكد ان ال number بتاعي و بعدين نحافظ على الصين و نعمل و اخر حاجة اخدناها كان طيب خلينا نشوف طبق جديد معايا كده بيقولي ايه هنا بيقولي find the value of n عندي هنا negative seven over three time is n طالب مني ايه طالب مني ان انا اعرف طبعا ده سؤال n اول ما بتشوف حاجة فيها simple طبعا بتدقي بتدقي لي السؤال ده قديم جدا هيا هي نفس ال question لو كان قالك negative seven over three time is not space equal zero كنت هتزعى لما كنتش هتزعى عارف على طول طبعا زيرو كنت اقول او يبقى الانصر هنا هي هي بالظبط بس بذل ما اديك space قالك اني دي ايه simple simple ده انا شايفها سهلة جدا سهلة سهلة يبقى كاينها هي space بالظبط يبقى هقول هنا الان equal what الان equal zero انا شايفها سهلة جدا اوكي هنا five over seven time is n وضع ايه الوضع مين يقف ذا n is a missing number او space كواس كبير صعب قوي ديك space دلوقتي كبير فبديلك بدلها simple equal five over seven انا خدت بالي ان ال number يتعمله time is a time is what نزل زي الفاليو بتاعته زي ما هي يبقى عملنا time is a عملنا time is one يبقى قدر اقول هنا ان الان بتاعتي equal one طب يا ترى ايه هي ال property اللي انا استخدمتها يبقى اللي هي the multiplicative identity او تلاقي is the natural element of the multiplication in q هل كان ممكن عملها بطريقة تانية اوه ممكن ولد تاني يفكر يقول لي اوه دي missing number in times فانا هعملها divided two numbers divided يبقى الانصر بتاعتي is a is one اوكي يبقى لوجيك خدت بالك ان ال value نزلت زي ما هي بالظبط وانا بعمل times يبقى هنا عندي is one اللي هو identity in multiplicative in q او عايز تعملها divide يطلع الانصر بتاعتك برضو one it's okay it's up to you طيب خلينا نشوف preferences here تانية بيقول لي ايه بيقول لي ان times one over two plus negative three over five واضح كده ان هو عمل هالي هنا بطريقة معينة equal in وهنا half وهنا five times three over five انا خدت بالي من حاجة ايه ان هنا عملي ايه لي ال end ال end هنا دخل عملنا لها باي times نعمل هنا times one over two وبعد نرجع نعملها times ثانية negative three over a over five طيب يطلب الناس تخدمتها دي اسمها ايه اسمها زا distributing اللي واخدنا النهاردة اوكي جميل جدا طيب يبقى المفوض ان ال end دي عملت repeated how many times مرتين مرة عملت multiplying مع ال half ومرة عملت multiplying مع ال negative three over five طيب يبقى مين اللي عمل multiplying هنا مع ال half ال special اللي هنا هو equal in equal five حد يحب يفكر بطريقة تانية يقول لي لأ انا عندي هنا five عندي هنا three negative three over five هكانسلة وعندي هنا five ال half هكانسلة مع ال half يبقى دلوقتي اقدر اقول ان ال end equal من من ال numbers اللي بقية الفات it's okay it's up to you عندي هنا فيه طيب تاني من الطابق اللي عندي بيقول لي هنا ايه ال x equal one over three بيديني value لل x price طمم وال y price بتاعها قدي ايه three over four price و z ال value بتاعيتها equal كان negative three و بيقول لي in simplest form ها find the value of x, y, z احنا قلنا x, y, z مش حاطط لي هنا ايه operations فانا ببقى فهم اني فيه هنا ايه مادام جاب لك symbols جانب بعضها كده و زود any operations فانا فهم انه هو ايه times هن cancel the x put its price حط ال value بتاعيتها يبقى equal كام equal one over three times تنزل زي نهي cancel y and put its value اللي هي three over four جميل ال times هنزلها زي ما هي cancel z and put its value اللي هي negative three واقدر استخدم بقى ال operations بتاعتي or property بتاعتي in multiplication عشان اجيب الايه اجيب الانصر بتاعتي يعني انا ممكن نعمل دلوقتي ايه ناخد دور مع بعض يبقى انا عملت ايه the associative اقدر اخلاص هيطلع الانصر بتاعتي equal كام equal one over four يبقى one over four time is negative three تبقى الانصر بتاعتي equal negative three over four طبعا ده كان اخر طوبيك معايا في الليسون بتاعي النهاردة اوكي يبقى احنا اخدنا النهاردة ايه خدنا ها the operation خلصنا operation بتاعتي انا اخدنا multiplying in a in q وعرفنا ايه هو multiplicative inverse وعرفنا ايه هو multiplicative multiplicative inverse and multiplicative identity element in a in q وعرفت انه فيه number مالوش ابدا ما ينفعش ابدا ان يبقى له multiplicative inverse اللي هو كان من الزيرو ما ينفعش يبقى له multiplicative inverse فيه في ال q يمكن ليه في حتة تانية انا بس عليك في ال q ولك في ال q هل قدر اقول ان الزيرو هزر المنطب كده تقول لي لا ده كان اخر حاجة معي في اللي سن بتاعي النهاردة اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي واشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله بريب تو مع اللي سن جديد هناخد ال interval ان شاء الله السلام عليكم